السلام عليكم ورحبا بكم في قناة رجاء المغربية تنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصفتنا لليوم عبارة عن بريوش سائل اللي تيجي احسن من الكيك واحسن من مجموعة من المجانات بمقادير جد اقتصادية وطريقة جد سهلة بلما نطول عليكم دزل المقادير وطريقة تحضير بسم الله على بركة الله بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج للقليل من الملح سنضفع لهم كأس دي العنباء ما دافئ سنضفع لهم كسلاروب دي السنيدة سنضفع كذلك ملعقة خاميرة كبيرة غير ممتلئة لك الجو سخون تكتفيه فقط بوحد الملعقة صغيرة دي الخميرة سنخلط لكل جيدا باش نحاول ندوب هذيك الخميرة سنضفع لهم نصف كأس ديال الزيت النباتي سنضفع لهم سنضفع لهم واحد الياغور طبيعي وزن 110 قراب وغاد نضيف واحد البيضة من الاحسن تكون من الحجم الكبير وغاد نطرب جميع العناصر جيدا احتدو بليا ديكساني دا ونحصل على واحد المزيج اللي هو متجانس غاد نبدو نضيف الطقيق شوية بشوية هنا غا في الاول غاد نضيف واحد تلاتات الكيسان ديال اللي انبع عامرين ديال الطقيق تنطرب الكل جيدا بالنسبة للطقيق دائما حاولوا تاخدوا نوعية جيدة ايلا بغيتوا الوصفات هي نجحوا لكم احنا نضفت تلاتات الكؤوس وغاد نضيف عليهم واحدة الخاميرة كيميائية من وزن 8 قراب غاد نغرب لها كذلك وغاد نبدأ نطرب في الخليط وحتلنا ندخل فيه ديك الكيميائي ديال الدقيق بالنسبة لهذا الخليط تيكون شوية قاسح ما تيكون الجاري بحل كيكا والدقيق هاد النوع اللي استعملت ما تيشربش بزاف غادي نضيف علي الخليط واحدة الملعقة كبيرة ديالة الخل هي اللي غادي تعطينا ديك التاراة ولا هاد البريوش صدقوني أنا تيجي رائع جدا وان شاء الله تنتمنى ما تبخلوش علي بلي لايك وبالبرتاج هنا بقي جاري عندي شوية الخالط غادي نضيف عليه الملعقة الأولى من الدقيق وانا تنترب وغادي نضيف الملعقة التالية وكذلك التالية بالنسبة لهذا البريوش غادي تلاتة الكقوس وثلاث ملاعق كبيرة زيال دقيق وغادي نخلط جيدا هدا هو القوام النهائي اللي غادي نحصل عليه بالنسبة لهذا البريوش أنا استعملت هاد النوع من المول لمطقوب دهنته مزيان بالزبدة وغشيته مزيان بالدقيق باش ما يلسقش ليه نهائيا البريوش ديالي بالنسبة لكم يمكن لكم تستعملوا أي نوع أي نوع من المولات غير يكل مول تقيل شوية لأن هاد البريوش تي يخد شوية الوقت في الطياب في حالة ما كالمول خفيف غادي غادي تحرق لكم وغادي يبقى مجين من المسط هنا تنخوي في هاداك الخالط كله وغادي نقدوب هاد السباتيو وغادي ندوزو المرحلة تانية بإذن الله بالنسبة لهاد البريوش غادي نستعملوا فيه الكريم باتيسير غادي نحتاجوا ليه الكأس كبير ديال الحليب أو بما يعادي 250 جرام ديال الحليب غادي نضيف عليه جوش المعالق كبار ديال سانيدة وغادي نضيف عليه كذلك الكريم باتيسير بودرة هادا المعروف غادي نضيف كذلك جوش المعالق كبار ديال الكريم باتيسير باش يجيني شوية عقد غادي نحرك الكل جيدا غادي نوضعه فوق النار ولكن فاش نوضعه فوق النار ما نخليش حتي يعقد بزاف يكون شوية سائل لان ما زال وبقي غادي يطبلينه في الفران باش يجي طيب دياله وادك وجينا طري وجيناش قاسح غادي نحتاجه لتتفاحات من الحجم الصغير اللي غادي نلقيهم ونقطعهم لأطراف صغيرة كيف مما شفتوهم هنا بماعد ما قديت البريوش ديالي في المون غادي نبدأ نوضع عليه باقي المكونات هنا شفتو القوام ديال الكريب باتي سير مما تيكون ش حاقد بزاف ولكن خلوتي برد شوية باش ميخصرش لنا العجين ديال البريوش تنطربو شوية هنا قديت شوية ديال الزبيب اللي قطعتو قطع صغيرة تنوضعو على العجين كيف مما تنعفو ره الزبيب ووطفاح ومع الكريم باتي سير تيجو بزاق مواتين من بعد غادي ندير عليها داكلا كريم باتي سير كيف ماش تراوه جاري هادي نوضعو على البريوش كاملو ومن بعد غادي نبدن نزيم ذوك الأطراف ديال التفاح على هذا الشكل بعد ما كملت زيين ديال البريوش هادي ندخلو الفرران يسخنتو من قبل وغادي ننقص عليه ونخلي حتي بطياب ديال الكيكا وهنا النتيجة النهائية بعد ما طاب البريوش ديالنا خرجته ونخلي حتي برد شوية وتنزولو من القالب ولا من المول اللي وضعتو فيه انا غادي ناخد معين القاديات اللي كونفيتير وغادي ندهن بيها هادي البريوش كاملو ندهن دكت فاح باش يعطيني واحد لابريونس وتنزيل البريوش باللوز ايفيلي اللي سهطو واحد شوية في الفرران كيف ما تتشوفو والتزيين يبقى اختياري وكل اخ أو أخت تبقى اللمسة الإبداعية ديالدهم كانتمنى ان شاء الله تجربوه وينالإعجاب ديالكم وما تنسونيش من اللي لايك وما تنسونيش من اللي بارتاج والناس الجدود ما تنسوش تابنوا في القناة والتقطع على زر الجرس ليصلكم كل جديد بإذن الله تنتمنى ان شاء الله محتوى القناة يفيدكم ولو بالقليل وهنا غد نكون وصلنا نهاية الفيديو ونهاية الوصفة تنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم وإلى عجبكم فيديوهاتي ما تنسوش تدعموني باللايك والفرطاج لتعم الفائدة الناس الجدود فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد بالصحة والراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غفت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار لصار